الحساب الرئيسي الرسائل النصية SMS استخدام API للربط مع النظم الأخرى مرحبا بكم في فور جوالي لخدمة الرسائل النصية إذا كنت ترغب في ربط خدمة الرسائل النصية من حسابك بفور جوالي مع برمجيات أو نظم أخرى لإرسال رسائل نصية بشكل آلي يرجى اتباع الخطوات التالية الخطوة الأولى من الصفحة الرئيسية توجه إلى الشريط العلوي واضغط على الملف الشخصي ثم اختر البيانات الشخصية الخطوة الثانية إنشاء API Token من القائمة الجانبية اضغط على أمر API Token ثم اضغط على زر إنشاء Token ستظهر لك نافذة بها عدة خيارات نبقي على تحديد اختيار إرسال في خانة الاسم قم بكتابة اسم التوكن ويفضل أن يوضح الغرض من الربط في تاريخ الانتهاء يمكنك تحديد تاريخ لإنهاء الربط مع النظام مع ملاحظة إذا لم يكن هناك حاجة نوصي بعدم تحديد تاريخ انتهاء وتجدر الإشارة هنا في بعض الحالات يشتكي المستخدم من توقف الرسائل عن الإرسال هنا عليك بمراجعة تاريخ انتهاء الAPI حيث يعتبر التوكن منتهي الصلاحية إعدادات الأمان IP هذا الإجراء يعزز آمان حسابك ويحميك من محاولات الاختراق نوصي في حالة استخدامك API للربط مع موقع إلكتروني بوضع عنوان الـ IP الثابت الخاص بهذا الموقع حيث سيسمح بالإرسال من هذا الـ IP فقط أما إذا كنت تستخدم الـ API للربط مع تطبيقات سطح المكتب أو الجوال ننصح بعدم إضافة IP ويترك فارغا علما بإمكانية إضافة أكثر من IP بالضغط على علامة زائد بعد الانتهاء اضغط على حفظ لينتقل بك النظام إلى شاشة بها API Key و API Secret حيث يتم استخدامهم بدلا من اسم المستخدم وكلمة المرور فقط كل ما عليك هو الضغط على أمر نسخ وإرساله للجهة المعنية لإتمام الربط ثم اضغط على أمر عرض ثم نسخ وإرساله أيضا للجهة المعنية لإتمام الربط نصائح أمان مهمة لا تقم بإرسال اسم المستخدم أو كلمة المرور لأي جهة خارجية استخدم فقط API Key و API Secret في حالة حدوث اختراق لحسابك أو انتهاء العلاقة مع الجهة المبرمجة قم بحذف الـ API من زر حذف وننصح أيضا بعد عملية الربط حذف الـ API القديم وأخذ API token جديدة لا يعلمها المبرمج اشتركوا في القناة